موسيقى في مواصلة لعملية التتريك الاحتلال التركي يصدر لوحات للسيارات باللغة التركية الى جانب العربية في مدينة الباب بريف محافظة حلب في حين تستمر الاختيالات في صفوف الفصائل التابعة للاحتلال في منطقة عفرين بريف المحافظة الشمالي الغربي محاولات الاحتلال التركي لترسيخ هيمنته على المناطق التي يسيطر عليها في سوريا مستمرة وبوسائل عديدة لا سيما في محافظة حلب وريفها والتي يعدها الاحتلال ارثا عثمانيا يسعى لاستعادته التتريك هي سياسة النظام التركي لربط المناطق السورية بالدولة التركية وفي اخر نموذج لتتريك اصدر الاحتلال لوحاتا للسيارات الموجودة في مدينة الباب بريف محافظة حلب باللغة التركية الى جانب العربية تسجيل السيارات ومنحها اللوحات التي تحمل اللغة التركية مع ترخيص جديدة باللغتين ايضا سيتم عبر قسم خاص انشئة مؤخرا وستشمل الاجراءة جميع انواع السيارات بما فيها آليات العمل وسيارات الاجرى هذه الخطوة تأتي بدعم واشراف مباشر من ولاية غازي عنتاب التركية التي ارسلت وفدا استشاريا الى ما يسمى المجلس المحلي في الباب وعلى رأس الوفد النائب والي غازي عنتاب شينو الاسمر الذي زار مركز اصدار اللوحات للتأكد من سير العملية وفي سياق منفصل تتواصل في منطقة افرين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب الاغتيالات بين صفوف الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال المرصد السوري لحقوق الانسان وثق اغتيال عنصرين من فصيل ما يسمى فرقة السلطان مراد في منطقة قسط الكشك بريف مدينة افرين بعدة طلقات نارية في الرأس على يد عنصر من نفس الفصيل بحسب مصادر مطلعة قالت انه لاذا بعدها بالفرار كما قتل ثلاثة عناصر من الفصائل التابعة للاحتلال بانفجار الغامن في منطقة جندير السيبري في افرين الجنوبي الغربي وبذلك يرتفع الى 648 تعداد عناصر الاحتلال والفصائل التابعة له الذين تم قتلهم في تلك المناطق مرحبا بكم الجديد مشاهدين سيد عبد الكريم يعني في كل اجتماعات الاسيتانا وسوتشي لا يأتي على ذكر مستقبل الوجود التركي في سوريا ولا حتى مستقبل المنطقة الواصلة بين جرابلس وعفرين كيف نفهم ذلك؟ هذا يدل على انه هناك اتفاقات ضمنية بين القوى المتصارعة في سوريا وخاصة الجانب التركي من جهة والجانب الروسي الجانب الايراني والجانب السوري الجهات الاربع هناك اتفاقات ضمنية فيما بينهم عندما يتفقون على امر ما في محاربة جهتين ما ولا يختلفون على الاحتلال التركي لهذه المناطق سيما عفرين مؤخرا وقبلها جرابلس والباب وغيرها من المناطق التي الآن أصبحت تحت سيطرة الاحتلال التركي إذا رجعنا قليلا إلى الوراء التاريخ القريب لواء اسكندرونة المدينة السورية التي أصبحت تحت نير الاحتلال التركي منذ سنوات الثلاثينات حتى هذه اللحظة الدولة السورية أو الحكومة السورية أو النظام السوري الذي بات منهوك القوى لا يملك أي قوة تستطيع أن تحارب بها تركيا أو أن تحارب المجموعات الإرهابية المحتلة لهذه المناطق المدعومة تركيا لهذا بقيت كاتمة الصوت بقيت بدون صوت بقيت بدون أي موقف تجاه الاحتلال التركي لهذه المناطق سوى في بدايات الأمر عندما احتلت مدينة جرابلس والباب وهذه المناطق وعفرين مؤخرا بعد بعض الردود الخفيفة التي كانت رفع عتب من جانب النظام السوري عن طريق وليد المعلم هذه لم تكن مواقف دولة ذات إرادة دولة ذات سيادة بل كانت مواقف ضعيفة جدا جدا لا تدخل إلى خانة الذين يطالبون بالحقوق أيضا لهذا نرى الأتراك يمرحون ويسرحون في الأراضي السورية ولأسيما شاهدنا تقريركم الذي كان حول لوحات السيارات أرقامها عدا هذه هناك أيضا مسألة التربية في المدارس السورية في المناطق المحتلة كالمدارس الموجودة في عفرين التي رفعت عليها أعلام الدولة التركية ومدارس في جرابلس ومدارس في الباب مناهج التركية التي تدرس في هذه المدن في هذه المدارس هذه كلها تعتبر أعمال ونشاطات تدخل في خانة التغيير الديمغرافي لتلك المناطق مؤخرا نرى ونشاهد اقتلاع أشجار الزيتون في مناطق عفرين لفتح الطرق ما بين مناطق غازي عنتاب وغيرها لتكون ممرات تجارية تركيب السكانية التغيير الديمغرافي يحصل في كافة مجالات الحياة يتم التغيير وتتوجه هذه المنطقة إلى أن تكون منطقة تركية بامتياز في الأيام القادمة أو في المستقبل لهذا بإشراف من ولاية غازي عنتاب والولايات الأخرى القريبة من الحدود السورية ومن حدود روجابة يباشرون الإشراف عليها مباشرة بشكل شخصي على هذه المسائل طبعا المجتمع الدولي أيضا هنا بقي ساكنا بدون أي موقف تجاه ما يحصل وهذا يدل على أن القوى العالمية المتصارعة على الشأن السوري هم أيضا يتفقون فيما بينهم فمسألة عفرين هي أمام أعيننا عندما تم تسليمها من جانب السورية بدعم من جانب الروسي وباتفاق روسي والتركي على إخلاء مناطق الغوطة مقابل تسليم مدينة عفرين وريفها إلى الدولة التركية والحكومة التركية عندما فتحت أجوائها الفضائية أمام الطيران التركي عندما فتحت حدودها البرية أمام التوغل الجيش التركي في مناطق عفرين هذه كلها تغييرات ديمقرافية تدخل في خانة خدمة السلطان العثماني الجديد الذي لديه مطامع وأجندات خاصة به وأطماع لإرجاع أمجاد السلطان العثماني كنا هنا يت السؤال في حقيقة سياد الكريم في ظلمة تفضلت فيه وبناء تركيا لفروع للجامعة التركية في أدة مناطق سورية وتتريك المنهج الثربوية كل هذه الأمور ألا تشهي بشكل واضح للعيان بأن تركيا تريد وجود طويل الأمد في هذه المناطق؟ طبعا هذا يدل على ذلك بأن الأتراك تركيا بشكل عام مع اتفاق مع الروس مع الإيرانيين ومع جانب السوري أيضا يقومون بتقسيم الدولة السورية إلى أقسام وأجزاء في وقت نحن حارسين على وحدة سوريا أرضا وشعبا إنما الذي نشاهده بأن تركيا عبر اتفاقاتها تقوم بتقسيم سوريا إلى مناطق خاصة تحت سيطرة النفوذ التركي من جهة ومناطق تحت سيطرة النفوذ الإيراني والروسي من جهة أخرى مناطق أخرى تحت سيطرة النفوذ الأمريكي والولايات المتحدة والتحالف الدولي ومناطق تحت سيطرة النظام هذا يدل على أن هناك اتفاق ضمني على تقسيم سوريا إلى مناطق مقسمة فيما بينهم وتجزئة سوريا هذه لا تعتبر حلول للأزمة السورية إنما تعمق الأزمة السورية أكثر وأكثر من ذلك لهذا من كان يستند إلى الجانب التركي وأن الجانب التركي يدعمه في هذه الحرب وفي هذه الثورة قد أخفق بسياساته وقد خذل بسياساته وأصبح آدات لتنفيذ مآرب الدولة التركية لهذا تركيا تعتبر هذه المناطق حتى مناطق حلب ومناطق الموصل في العراق وجنوب كردستان أنها مناطق تابعة للسلطنة العثمانية وهي مناطق من حق الحكومة التركية أن تسيطر عليها وترفرف فوقها الأعلام التركية من هذا الجانب عندما ينطلق أردوغان بمخاططاته وعبر تهديداته وإلقاء محاضراته وخطاباته أمام الجمهور التركي بأنهم سيقومون بإرجاع أمجات تركيا السابقة في عهد السلاطين العثمانية لهذا تعتبر احتلال هذه المناطق وليس دخول بشكل مؤقت التغيير الديمغرافي يدل على أن تركيا تريد بقائها في هذه المناطق إلى أمد طويل وليس بفترة قصيرة وهذه تأتي ضمن سياسة الاتفاقات التي تعقت فيما بين الأطراف المتصادعة كان استنتاج أيضا بالإضافة إلى ما تفضلت فيه سيد عبد الكريم أنه في ظل الحديث المتكرر بأن تركيا تريد إلحاق هذه المنطقة بين جرابلس وعفرين إلى الدولة التركية يلاحظ بأنها تتبع إداريا إما لوالي عنتاب أو والي أنطاكيا طبعا المشاهد التي نشاهدها وتدخل والي عنتاب ووالي أنطاكيا في أمور السورية في أمور هذه المناطق هذه تدل على أن مناطق الشمال السورية التي هي الآن تحت سيطرة الحكومة التركية أو القوات التركية أصبحت إداريا تحت إشراف وإدارة هذه الولايات ولاية أنطاكيا وولاية غازي عنتاب أصبحت تحت إدارتي مباشرة بشكل عام لكن أود هنا فرق فيما بين الباب وجرابلس وما بين عفرين الباب وجرابلس كون كان هناك مجموعات عسكرية أو إرهابية أخرى بعدة مسميات مختلفة هي كانت تعمل لصالح أجندات تركية تابعة لمجموعات درع الفرات وغيرهم في العمليات العسكرية التي ساعدهم الأتراك هذه القوات الموجودة قد أهلت شعوب تلك المنطقة لتتقبل سياسات التركية في تلك المناطق لهذا نرى من السهولة عندما يقومون بتركيب لوحات السيارات نرى من السهولة عندما ترفرف الأعلام التركية المجالس التي شكلت في تلك المناطق لا يوجد هناك ردات فعل في جرابلس وفي مناطق الباب كون مجموعات الإرهابية أو مجموعات الاتلاف السوري الذين كانوا ينسبون أنفسهم بأنهم معارضة أنهم أصبحوا أداة للحكومة التركية لهذا لا يوجد أي ردات فعل تجاه هذا التغيير الذي يحصل هناك في تلك المناطق الفارق بين تلك المناطق وعفرين يوميا نشاهد هناك عمليات عسكرية نوعية في عفرين هناك عمليات مقاومة في عفرين يوميا هناك قتلة من الجانب التركي من جيوش والقوات التركية الموجودة يوميا هناك قتلة من عناصر الإرهابين من مجموعات درع الفرات وغيرهم يوميا هناك ترحيل عوائل الإرهابين يقومون بالهجرة من تلك المناطق خوفا على حياتهم كونهم توصلوا إلى قناعة بأن شعب عفرين والأكراد في عفرين لا يتنازلون عن أرضهم ولا على ممتلكاتهم وعلى كرامتهم ويقاومون مدام هناك الشباب وشابات يقومون بعمليات نوعية في عفرين إذن لا مستقبل للعوائل الإرهابية الموجودة في عفرين ولا مستقبل في هذه نقطة أسمح للمقاطع سيدة أب الكريم بينما الكل مشغول بموضوع أدلب ومستقبل التنظيمات الإرهابية في أدلب تركيا تقوم بنقل بعض هؤلاء الإرهابين إلى مناطق ما تسمى در الفرات يبدو أن تركيا وجانب الروسي قد اتفقوا فيما بينهم وعلى أسلوب عملية أدلب كيف ستكون هذا الأسلوب قد اتفقوا فيما بينهم فكان الاتفاق الروسي التركي في بداية الأمر هي تشكيل مناطق خفض توتر ومنزوعة من السلاح الثقيل والأسلحة الخفيفة أيضا هذا كانت بداية الاتفاق ويبدو أن هذا الاتفاق أيضا ينص على نقل بعض الجماعات الإرهابية الذين لا يقبلون هذا الصلح فيما بينهم إلى مناطق أخرى ليؤمنوهم حتى تبدأ عملية إدلب فيما بعد تخوفنا الكبير أن يكون عفرين أيضا مرة أخرى هي الورقة التي يلعبون عليها في تحرير مدينة إدلب وضواحيها لهذا نخشى من هذا الأمر ولكن نحن أيضا هنا نقوم بدعم المجموعات الموجودة في عفرين وشعبنا في عفرين وحمايتهم في مناطق الشهبة حتى يستطيعون محاربة الإرهاب وإرجاء مناطقهم وعدم فسح المجال لدخول المجموعات الإرهابية الأخرى إلى هذه المناطق هذا يبدو جليا للعيان لهذا كانت هناك أعطراضات من جانب بعض الدول العالمية ولا سيما بعض الدول الأوروبية لوقف عملية العسكرية في إدلب خوفا على المدنيين أو خوفا على بعض العائلات المرتزقة الموجودة هناك هذا يدل على أن تدخلت تركيا في هذا الأمر وتركيا التي أصرت على عدم خوض هذه المعارك حتى إيجاد سبيل آخر لتوجه هؤلاء الإرهابين إليها هذا بالتأكيد يدخل في خانة التحضيرات المستقبلية لإدلب وضواحيها ولا نعلم ماذا ستكون بالضبط هذه التحضيرات ولكن هناك نقاشات وهناك تدريبات عسكرية وهناك أمور سياسية تناقش فيما بين هذه القوى الموجودة لمصير إدلب بشكل خاص الذي هنا نحن بالدرجة الأولى هي مناطق عفرين وشعب عفرين وريف عفرين بالدرجة الأولى ومن ثم نفكر في إدلب وباقي المناطق السورية كوننا سوريين بالدرجة الأولى ماذا هناك مناطق تعيش تحت نير الإرهاب والاحتلال للتركي فلا سبيل أمامنا سوى المقاومة ومحاربة الإرهاب ومحاربة التواجد التركي على الأراضي السورية تواجد الحكومة التركية أو القوات التركية في مناطق جرابلس وفي مناطق الباب وأعزاز وفي مناطق عفرين تشكل تهديد للوضع السوري بشكل عام وهذا يدل على عدم الوصول إلى الاستقرار أو الأمان في سوريا وعدم حل المسألة السورية بشكل سلمي نعم الآن سيد عبد الكريم والسادة المشاهدين نفتح المحور الأخير من النقاش بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر